وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه من الذين يستثنون من هذه الاستثارة الذين يطهرون بطهارة الحسينية طهرت وطهرت بك البلاد البلاد التي تطهر بك والبلاد في الحقيقة في أهلها فالذين يطهرون بك هؤلاء هم الذين سيخرجون من هذه القاعدة لن يستثير الله منهم وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه ضمنت الأرض ومن عليها دمك وثأرك يبنى رسول الله ماذا نقرأ في الزيارة في أولها في الزيارة نفسها في صفحة 213 وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك هؤلاء هم الذين يستثنون من القانون الذي مر علينا من أن الله يستثير للحسين من جميع خلقه المستثنون هم هؤلاء الذين يثأرون للحسين وفي زمان الغيبة الذين يمهدون لثأر الحسين أما البقية فلابد أن يستثير الله منهم قضية تكوينية عميقة وعميقة جدا هكذا نقرأ في بداية الزيارة الشريفة وأنك يا حسين وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك إلا بأوليائك ثم تبين لنا الزيارة مثالا من أمثلة التطهري بالتمهيد لثأر الحسين اللهم حبب إلي مشاهده وشهادته حبب إلي مشاهده المشاهد هي الأماكن التي تنسب إليهم يتواجدون فيها يحضرون فيها هذه هي المشاهد مزاراتهم مجالسهم مشاهدهم لها من المصاديق ما لها وشهادتهم حضورهم إنهم يحضرون عندنا الروايات حدثتنا بذلك أنا لا أستطيع أن أشرح كل شيء في وقت واحد هذه المطالب من المطالب التي تحتاج إلى شرح وبيان وسرد للآيات وتفسيرها وسرد لنصوص الزيارات والأدعية والروايات أنا محكوم بموضوع الحلقة لكنني مضطر أن أقرأ هذه النصوص ولا بد أن أشير إلى مضمونها بشكل إجمالي بحسب ما يسنح به المقام اللهم حبب إلي مشاهدهم وشهادتهم حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا أتعلمون ما المراد من الفرط الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يهيئ لهم المكان هذا هو التمهيد الذي أحدثكم عنه الفرط والفارط هو الذي يسبق قومه كي يمهد لهم المكان تارة بالبحث عن الماء والكلأ هذا الذي يقال له الرائد الذي يرود الطريق قبل قومه كي يجد لهم مكانا مناسبا كي يستقروا فيه الذي يمهد لقومه هو هذا الفرط وهو هذا الفارط حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا ممهدا وتابعا في الدنيا والآخرة في الدنيا أن أكون فرطا لهم في زمان غيبتهم وأن أكون تابعا لهم في يومهم الأول في يوم القائم أو في يومهم الثاني في يوم الكرة وأن أكون معهم في يومهم الثالث في يوم القيامة الكبرى هذه أيامهم إنها أيام الله يوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة الكبرى حتى تلحقني بهم وتجعلني لهم فرطا ممهدا وتابعا في الدنيا والآخرة أعيد قراءة ما جاء في مقدمة الزيارة الشريفة هذه بعد السلام وبعد العبائر المتقدمة نخاطب الحسين وأنك ثأر الله في الأرض من الدم الذي لا يدرك ثأره من الأرض إلا بأوليائك فإن الله يستثير من الخلائق جميعا بأوليائه هذا هو المراد وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه إنما يستثير للحسين من جميع خلقه بأوليائه المخلصين والمخلصين منطق متماسك تستغربون ما نحن نقرأ في زيارات عن سلمان وأبي ذار والمقداد وأمثالهم عن سبعة بهم نرزق بهم ترزقون وبهم تمطعون الذين كانوا شيعة لفاطمة والذين حضروا جنازة فاطمة بهم ترزقون بهم تمطعون بهم 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 الروايات هكذا أخبرتنا وهكذا حدثتنا وهذا أفق ضيق لماذا هذا الأفق أفق ضيق لأنه أفق شيعي الحديث عن سلمان وأبي ذار الحديث هنا عن حسين عن حسين عن حسين وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه الحديث عن حسين عن حسين عن حسين وكيف أحدثكم عن حسين وماذا أقول لكم عن حسين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر